اشتركوا في القناة اقولك برضو من المفهوم التنمية البشرية مش من المفهوم الطبي انا ما اتكلم في المرعب بتاعنا احنا مفهوم التنمية البشرية لما اربط الاكل الصحي بالألم يؤدي الى حالة نفسية غير ايجابية لكن لما اربط الاكل الصحي بالمتعة يؤدي حالة نفسية ايجابية يعني انا باكل اكل صحي فانا فرحان جدا جدا ان اهاكل فاكهة وانا هاكل الخضار وانا كذا وكذا وكذا مش ان انا هنتنع عن الايس كريم وهامتنع عن الشوكولاتة وهامتنع لا لا مش بالألم بالمتعة أنا فرحان جدا أننا هاكل الأكل الصحي فدي حتة مهمة جدا لازم تعرفيها أن نربط الأكل الصحي بالمتعة نمرة اتنين في أكلات بتدينا طاقة وأكلات بتسحب مننا الطاقة مش يعني أحيانا أننا ناكل أكلة كده ونحس أننا الطاقة بتاعتنا عالية جدا وناكل أكلة تانيا نبصل لها فعايزين ننامش قادرين نتسرد ده أحنا كسالة جدا سرقت مننا الطاقة فخدي بالك وهاتي وراء وقال له مكتبي إيه الأكلات اللي بتديك طاقة وإيه الأكلات اللي بتسحب منك طاقة بلاش منها مش الأكلات وبس حتى الناس فيه أصدقاء وناس يدوك طاقة وفيه أصدقاء وناس بيسحبوا منك الطاقة فالرابي دايما للناس اللي بيدو طاقة الرابي دايما للأكلات اللي بتدي طاقة اربطي الأكل دايما بالحاجة الإيجابية بالمتعة بالسعادة اربطي دايما بحاجة إيجابية خلي الأكل لو أنه أكل صيامي أو أكل نباتي إنما طريقتك في فارشه وتوضيبه على الترابيزة تفتح النفس تبقىك حاجة جميلة جدا تديله حاجة تديله ناكهة معينة تديله طعمه معين تديله طعمه محبب بالنسبالك بأي طريقة من الطرق ربطي الأكل الصحي بالمتعة يديك حالة نفسية إيجابية ما تربطهش بالألم وبكده لما يكون كل أكلنا صحية وكل علاقتنا صحية وكل أصدقائنا بيدونا طاقة حياتنا كلها هتتغير للأفضل باستمرار ربنا معاك وإن شاء الله تتعاودي على الأكل الصحي ويديك متعة وسعادة باستمرار شكركم نشوفكم الحلقة جاء إن شاء الله